بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس لمادة الدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بأن أكون معكم أيها الأبطال المميزين والرائعين وأنت يا فارس الفرسان وأشجع الشجعان وكذلك أنت أيتها الأميرة أن أكون متواجدا معكم الأستاذ محمد الناصر للحديث بإذن الله عن عيد الفطر عن عيد الفطر مبارك وتحدثنا عن في الدرس السابق وذكرنا أن العيد هو يوم فرح وسرور وسعادة وانبساط ونكون مبسوطين ونفرح وتجينا هدايا وألعاب وكله سعادة وسرور متى يكون عيد الفطر؟ لنتذكر من خلال ما درسناه في الدرس السابق ما هو عيد الفطر؟ عندما نقول عيد الفطر ما هو؟ متى يكون عيد الفطر؟ عيد الفطر هو أول أيام شهري شوال ويكون بعد انقضاء شهر رمضان المبارك يفرح المسلمون بإتمام الصيام و القيام في شهر رمضان المبارك بعيد الفطر الذي شرعه الله لهم للاحتفال و السرور و السعادة و البهجة في هذا اليوم لو صلينا بالصلاة العيد تجينا حلويات بطاطسات و غيرها من الألعاب الجميلة و الرائعة إذن دائما العيد يكون يوم فرح وسعادة يقول لا يوم ننام يكون نايم يوم العيد كنا دائما طول الشهر رمضان يمكن أحيانا نسهر إذا جاء يوم العيد ينام يكون وقت نوم و خلاص ما رأيكم؟ قل لا ما يصلح؟ ما يصلح يوم العيد هو يوم فرح و سرور دائما نفرح و نلعب و ننبسط و نستانس إذن نبدأ على بركة الله عيد الفطر عن أنس رضي الله عنه قال قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى و يوم الفطر إذن الرسول صلى الله عليه و سلم جاء يوم من الأيام و هو هاجر الرسول صلى الله عليه و سلم إلى المدينة يوما هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة وجد أن أهل المدينة عندهم يومان يحتفلون فيهم يعني يفرحون ويلعبون وينبسطون في هذه اليومين فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعني يومان نلعب فيها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا علي أبطال لا يحل الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال إن الله أبدلكم خيرا منهم يوما عيد الفطر و عيد الأضحى و نحن في هذا اليوم و هذا الدرس ستحدث عن عيد الأضحى الذي هو في أول أيام شهر شوال بعد انقضاع شهر رمضان المبارك و بعد الصيام و القيام يكون يوم فرح و ابتهاج و سرور بأن تم الله علينا نعمته لون مفهوم العيد النشاط الأول لون مفهوم العيد عيد الفطر المبارك أول أعياد المسلمين يحتفل فيه المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال بعد شهر رمضان المبارك لنقوم بتلوين هذا المفهوم و قمنا بتلوينه في الدرس السابق لكن من لم يقوم بتلوين هذا النشاط فليقوم بتلوينه الآن هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الكتاب لديكم مهم في الصفحة رقم 22 في الصفحة رقم 22 نقوم بتلوين هذه الصفحة و قمنا بتلوينها في الدرس السابق قمنا بتلوينها في الدرس السابق أول يكون يوم العيد هو أول أيام شهر شوال و يكون بعد شهر رمضان المبارك النشاط الثاني يصل بين الصورة و العبارة المناسبة لها عيد الفطر و عندي هنا صورة حلويات هذه الصورة عيد الفطر و هذا الولد الرائع معه صورة حلويات و شوكولاتة و تجيب السعادة و الوناسة نأخذ هذه الحلويات و ننبسط و نستانس أو لا وش رايكم حلويات نستانس أو لا شكرا شكرا ما بقى حلاو لا أكيد ننبسط و نستانس إذن هذه تدل على السعادة و الفرح أو لا تدل على إيش هذه الصورة هي تدل على أول أعياد المسلمين أول أعياد المسلمين عيد الفطر عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين النشاط رقم ثلاثة صل بين المربع على اليمين و ما يناسبه من الخيارين على اليسار بعد شهر رمضان ذكرناها في البداية يا أبطال بعد شهر رمضان المبارك ما الذي لدينا بعد شهر رمضان المبارك يكون لدينا عيد الأضحاء أو عيد الفطر آه توقت لكم يا أبطال بعد شهر رمضان عندي عيد أضحاء أو عيد الفطر يلا يا أبطال وأنت كذلك أرائع أجيبه بعد شهر رمضان يكون لدينا عيد ماذا؟ ممتاز بصوت مرتفع عيد ماذا؟ الفطر أحسنتم 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 بارك الله فيكم يكون لدينا دائما بعد رمضان هو عيد الفطر عيد الفطر ما الحكمة من مشروعيته؟ العيد عيد الفطر هو أولا شكر لله تعالى على إتمام عبادتي الصوم والحج ثانيا إظهار الفرح والسرور وثالثا تقوية أواصر المحبة بين المسلمين إذن الحكمة من مشروعية هذا العيد هذا العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ومن الله علينا بدنا صمنا هذا الشهر وقمنا الليالي المباركة فيه أدينا العبادات والصلوات المفروضة والنوافل بعد انتهاء هذا الشهر من العبادة نفرح ونستبشر ونشكر الله سبحانه وتعالى لأن تم علينا هذه النعمة بالفرح والاستبشر نفرح بعد بهذا العيد نفرح ونستبشر ما نقول راحت أيام الشهر الفضيل الله وراحت هذه الأيام كنا نصوم لا أيام هذه نبسط ونفرح يوم العيد لأننا نشكر الله سبحانه وتعالى على إتمام النعمة التي أنعم الله بها علينا وكذلك بهذا العيد نزور أقاربنا إذا كان لنا الأقارب نتواصل معهم ونسلم عليهم ونروح لمهم الكبار نحب نسلم عليه نحب راسهم نقليه ينبسط هذا بيوم العيد يعني كل هذه الفوائد تكون لنا بعيد الفطر فائدة أننا نشكر الله على نعمته نؤمن علينا بالصيام القيام والشي الثاني أننا نتواصل مع أقاربنا والشي الثالث نفرح وننبسط هذا اليوم العيد نفرح ننبسط نلعب نأخذ راحتنا بيوم العيد ولا يا أبطال وانتوش رايك أمير رايعة هل تلعبين أنتو بنت خلاتك بنت عماتك فالعيد ولا لا تنبسطون ولا لا يا سلام يا سلام النشاط الرابع لدينا صل بين الصورة التي تعبر عن الحكمة من تشريع العيد والعبارة المناسبة لها في الصورة تشاهدون هذه الصورة على اليمين ما الذي تشاهدونه في هذه الصورة؟ ما الذي تشاهدونه في هذه الصورة على اليمين؟ هل هي يوم فرح وسرور واستبشار وتعبر عن يوم العيد أم هو يوم عادي كبقية الأيام؟ أكيد يا سلام أحسنتم يوم فرح يوم فرح وسرور واستبشار هذا العيد يوم فرح ننبسط ونلعب فيه ونجتمع مع قاربنا ونسلم عليهم وتجينا الحلويات والمفرحات الشوكولاتات البطاطسات كل هذه والهدايا ممكن الناس يعطونا هدايا لو صلوا إلى العيد بجينا بعض الهدايا بيوم العيد الكثير من الهدايا ممكن تجينا للكبار و للصغار و هدايا مختلفة و أشكال متنوعة إظهار الفرح و السرور يوم العيد اللعب المباح و اللهو البريء مما أباحه الله في يوم العيد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسترني و أنا أنظر إلى الحبشة و هم يلعبون في المسجد يعني الرسول صلى الله عليه و سلم هذا هو النبي صلى الله عليه و سلم كان وراه خلف ظهر عائشة رضي الله عنها تشوف الناس يوم العيد و كانوا في المسجد يلعبون يلعبون يعني يظهرون الفرح و السرور يوم العيد الرسول صلى الله عليه و سلم نهاهم قالوا لا ما تلعبون ما يصلح أحد يلعب الحين لا الرسول صلى الله عليه و سلم صلوا عليه أبطال لم ينام بالعكس حتى عائشة رضي الله عنها كانت من خلف الرسول صلى الله عليه و سلم تشاهد و تشاهدهم و هم يلعبون في يوم العيد يعني لإظهار الفرح مشاعر الفرح وأنهم مبسوطين ومستلسين يوم العيد بعد انقضاء شهر رمضان المبارك في أول أيام شهر شوال إلى هنا يا أبطال أكون وصلت إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ولكن قبل النهاية آمل منكم أن تقوموا بفتح الكتاب على الدرس قوموا بفتح الكتاب ولنقوم بحل هذه التمارين والأنشطة نتوجه الآن لحل هذه التمارين تشاهدون أمامكم في الصفحة رقم 23 صل بين المربع على اليمين وما يناسبه من الخيارين على اليسار بعد شهر رمضان المبارك فإن لدينا عيد الفطر أحسنتم النشاط الرابع صل بين الصورة التي تعبر عن الحكمة من تشريع العيد والعبارة المناسبة لها هو يوم فرح وسرور واستبشار كما ذكرنا قبل قليل إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أيها الأبطال كفك كل واحد منكم يجي كفك يا بطل عند الشاشة كفك يا سلام بس بعيد من الشاشة لا تكسر الشاشة من بعيد أحسنت أحسنت يا بطل شكرا لكم تحية قوية مني لكم على هذا الحماس لهذا الدرس ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته